السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اليوم إن شاء الله سنحضر معكم سفنج ديال البطاطا مع كل أسرار ديال النجاح دياله بطريقة سهلة ومبساطة اللي ستخلي كل واحد يزعم ويحضروا إن شاء الله وقبل ما ندوزوا الوصفة ديالنا لا تبخلوش علي يابلي لايك ديالكم إليك تشاهدوني الأول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكم جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما نبدو أي وصفة ما ننسوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وده بخليكم مع المقادر وكفيات تحذير على بركتي الله في الوصفة ديالي اليوم غنحتاجوا البطاطا اللي سلقناها في الماء وخليناها حتى طابت ده بان شاء الله غنقشرها ومن بعد غنمع سواكيها بالشوكة ولا بالمعاسى وكذلك غنعطيكم القياس بالكس بالنسبة للبطاطاين كلكم ديروا واحدة كبيرة ولا جوج لأن في الاخير غنعطيكم القياس بالكس يعني كس العنبال لكيزين 150 ميلي لتر بالسوائل واللي حبك يعرف القياس بالقرام ديال البطاطا فهي 200 قرام يعني البطاطا ديالكم حتى تسلقوها وتمعسوها عاد وزنوها يليك توكتو فروع للميزان وإلا ما كاش عندكم الميزان ديروا كاس بحلي درت أنا ومن بعد ان شاء الله غنضيروه في المورينيكس ولا الخلط الكهربائي غنضيف عليها جوج ديال كووس ديال الماء دافي كل كاس كيزين 150 ميلي لتر في المجموعة 300 ميلي لتر وبالنسبة للسخونية ديال الماء كتبقى على حساب الجو لك أنا كالجو بارد حاولوا تديروها كالما سخون شي شوية باش العجين ديالكم يختامر كالجو سخون كتديرو الماء غير دافي ومن بعد ان شاء الله غنطحنو هاد البطاطا حتى كنحصلوها كي على واحد القاوام اللي كيكون كي بحل عاصر والبطاطا ديالنا بطبيعة الحن بعد ما كنطحنوها رك نصفيوها باش كنتأكدو باني ما بقاش في هاته كتولات ولا الحبيبات ديال البطاطا يعني كنحصلوه على واحد القاوام اللي كيكون صافي بحل عاصر ولا كيا كريمة وكذلك هنعطيكم القياس بالكاس بالنسبة لهذا الخالط هادا غيخرج لكم ثلاثة ديال الكووس لانا نضفنا جوجي الكووس ديال الماء وكاس ديال البطاطا في الاخير كنحصلو على ثلاثة ديال الكووس هاد الخالط هادا ياه على بركاتي الله وهني عندي الدقيق اللي مغربي اللي يعني ما نخول غنحتاج استادي الكووس بقياس كاس العنفة غير هي الكووس مني نكونو كنعمرهم كنحاولوه كنعمرهم ونضغطو عليهم بالملعقة باش هكايا يخرج معكم القياس بالنسبة للكاس مني كنعمروه وكنضغطو عليه كيخرج معنا تقريبا واحد مية وعشرين جرام يعني عكس الكاس اللي عمرته غير بالملعقة مضغطوش عليه كيخرج غير مية جرام لهذا حاولو الكووس ديال الدقيق بالضغطو عليهم باش يخرج معكم ان شاء الله القياس وبالنسبة النوعية ديال الدقيق طبيعة الحال خاصة تكون نوعية جيدة يعني الطحين خاصة يكون نرتب باش هكايا السفنج ديالكم يجيزوين وكذلك اناحتاج ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة صغيرة ديال السكار بالنسبة للسكار يعني ماشي ضروري من غير هو كي يعطينا اللونة كيم لكا نقلو السفنج وايضا ملعقة كبيرة ديال خميرات الخبز تقريبا كواحد العشرة غرام بالنسبة للخميرة كذلك كتبقى على حساب الجو الى كانك الجو سخون الخميرة كتكون عنا قليلة الى كان الجو بارد ديرو ملعقة ونص ودف ان شاء الله غندوزو باش نعج نسفنج ديالنا عندي هنا هي ثلاثة ديال كووس ديال الخالط اللي حضرت معكم من قبل وغنزيد عليهم نص كاس ديال الماء الدافي بالنسبة لهذا نص كاس ديال الماء كنخلي واحدة الاخر قدار ندخلو الكمية كاملة قدار يبقى نمنوش شوية يعني كيبقى على حساب نوعية ديال الدقيق واش كتشرب السوائل ولا لا وهنا يا كما لاحظتوا معي كنضيفو شوية ديال الخالط كنضمجو ذاك الحبيبات ديال الخميرة احتى كيدوبو وبعد كنكملو بالعجن من يكونو كنعجنو العجين ديالنا كنحاولو اكايا ندخلو الكمية ديال الدقيق بها الطريقة هادي يعني غير كنلويو وكندخلوش الكمية كاملة دفعة واحدة احنا كنضيفو فادي الخالط واحنا كنجمعو بالياد ديالنا حتى كنجمعو الكمية ديال الدقيق كاملة وكنحصلوها كاولاحد العجينة اللي كيكون القوام دياله مش يخفيف بزاف كي ما كتلاحظو معي شاد دراسة شي شوية وهنا يا عاد غنضيفو هاد النسكس ديال الما كيما ادكرت لكم قدار ندخلو الكمية كاملة قدار يبقى منها شي شوية بنفس الطريقة كنضيفو غير شوية بشوية وكنحركوه كنحاولو واكيا من يكونو كنعجنو العاجين يعني ما كان ديال كوهاش فقط كندخلو فيها ذاك الكمية ديال الما كي ما كتلاحظو معي غير كاللويا كيبليا ديالي وهدي تكون اخر كمية ديال الما هكا هنكون دخلت لتا ديال كووس ديال الخالط ديال البطاطا ونسكس ديال الما وكيما ادكرت لكم بالنسبة لهاد نسكس الاخر ديال الما قدار تدخله كامل قدار يبقى منو شي شوية ولا زيدو عليه هادا كيبقى مسعلق بالنوعية ديال الدقيق وفي الاخر كنحصلو اكيال واحد العجينة اللي كتكون خفيفة شي شوية وفي نفس الوقت يعني ما شي جارية ودب ان شاء الله غنضيف عليها جوج ديال الملاعق كبار ديال الخال اي اسمي العقا كبيرة ديال الطعام بالنسبة للخال كنضيفو احتى المرحلة الاخيرة باش ها كم يموتناش الخميرة وهدي يا العجينة ديالنا كيما كتلاحظو معاي فالقاوام دياله ما كيكونش خفيف بزف وفي نفس الوقت ما شي تقيل يعني العجينة ديال السفنج را معروفة كتكون خفيفة شي شوية وفي هذه المرحلة غنغطي العجين ديالنا وغنخليوا عشرة ديال الدقيق ومن بعد غرجع معاكم على بركتي اللهم بعد ما كاتتمر عشرة ديال الدقيق فالمرحلة هادي كيكون العجين ديالنا ارتاح غنحتاج شوية ديال المادة فيه كنحاولو اكي نخمرو غير اطراف ديال الاصابع وكندلكو العجينة ديالنا بصراحة مني كتخليو العجين ديالكم ترتاح فالمرحلة هادي ما كتحتاجش منكم بزف ديال ديالك غير كتديوها وتجيبوها وهي كتدلك غير بوحدة يعني عكس الى دلكتو العجين ديالكم في مرحلة اللولى كيما كان عارفو السفنج كيبغي دليك لهذا من الافضل خليوه ارتاحش شوية وهاكار ما غا ياخدش معاكم بزف ديال الوقت كيما اذكرت للكم دقيقة ولا ثلاثين ثانية يعني الضغية كيتدلك العجينة وبني كتديروها كيفية اليد ديالكم مرة اللولى من بعد ما كترتاح كتحسطوا بني العجينة ديالكم رامد لوكا غير كتديوها وتجيبوها كتبقاوا كيتشوفوا الفقاعات ديال العجينة هذا يعني بني العجين ديالكم رامد لوكا وهكا العجين ديالنا يكون صفاح جاهز كما كتلاحظوا معاي بالنسبة للعجينة ديال السفنج مني كتدلك كتبدوها كيتشوفوا الخيوط وكذلك الفقاعات وما كتبقاش تلتسق في اليد يعني مني كتهزوها كيا كتهرب من اليد ديالكم وخال قوام دياله خفيف ودب ان شاء الله غنضهنوا بشوية ديال زيت نباتي وكذلك غنوريكم القوام دياله كما كتلاحظوا معاي عجينة خفيفة وفي نفس الوقت يعني عجينة كتحسوا بها كيشات دراسة مشي عجينة كيام خفيفة ولا جري اكثر من الحساب القوام دياله هو هادك ودب ان شاء الله غنغطي واحد قطعة ديال البلاستيك وكذلك قطعة ديال توب غنخلي واحدها تختمر في هذه المرحلة وضعف فالحجم دياله ورجع معكم على بركة الله وهنا يكون العجين دياله انها اختمر وضعف في الحجم دياله فهذا المرحلة هانها تحتاج لوحد بلاتولة لديرو فهو فاقا قطعة ديال البلاستيك والافضل بذ multiplicار closed بصراحة بالنسبة له Europe كي ساعدنا من يجيوون بسيط القطعة ديال العجينة وكندهنه بشوية ديال زيت نباتي وكندهنه بشوية ديال زيت نباتي وكندهنه نكوره في العجين ديالنا بالنسبة الكوارات كيبقى على حساب الضغط ديالكم إلا بغيتوك كيدديروا سفنج كبير ولا صغير أنا غنديرهم بهذا الحجم هدايا بالنسبة الكمية ديال العجين قسمتها على 11 يعني يطعتني 11 كوارة بهذا الحجم والعجين ديالنا بعد ما نكوروه كنغطيه بحل قطعة ديال البلاستيك ومباشرة كنديرو الزيت سخون على بركتي الله فالمرحلة هادي كنحتاجو الجوج ديال المقالي واحد كنديرو فيه كمية ديال الزيت اللي كتكون شوية مرتفعة وواحد كنديرو فيه غرش شوية بالنسبة الميقلات اللي كنديرو فيه الكمية ديال الزيت كتيرة كتكون شو عليا دياله مجهدة يعني عكس الميقلات اللي كيكون فيه غر شوية ديال الزيت وكنخليو الزيت ديالنا حتى كيسخون على بركتي الله وكما اذكرتلكون بالنسبة لهذا السفجرة ما كنخليوهش يختامر المرة الثانية لان الجو صخون ما كنكمله بالتكوير وكنديرو الزيت يصخون حتى كيكون اختامر في حالتك كيلك الجو بارد خليوه حتى يختامر شو شوية كيما اذكر لكم غير لان الجو صخون ما كيحتاش منه ونخليوه يختامر في هذه المرحلة هادي وكيما لاحظتم معي بالنسبة لك القطع ذي البلاستيك فهي كتسهل عنينا لجينا مني يكونو كنهزوها وبنسبة لقطع دياله هادي بني تكونو كيكديرو فيها التقل في الواسط حاولوها كيما تلعبوش بها في اليد ديالكم غير كنجروها بحالة شكل باش هكايا كتبقى محافظة على تخامرات دياله وكنديروها في هاد المقلة هادا اللي كيكون فيه كميات ديال الزيت قليلة وكنخليوه القطع ديال السفنج حتى كالشدراسة وكذا كيتحمر الناول كالذهب من جهة ديال اسفل ويعد كنهزوها وكنديروها في هاد المقلات هادا اللي كيكون فيه كميات ديال الزيت كتيرا ومباشرة كنبقى وكي نخوي عليها الزيت بالملعقة وكما كتلاحظوا معاي ما شاء الله في السفنج ديالنا كينتافخ بالنسبة لهاد المقلات اللي كيكون فيه الزيت كتير خصوتكم شوالي دياله من جهدة داش السفنج ديالكم ينتافخ معاكم في حالتك كيلا درتو الحبة ديال السفنج وبناتلكم ما كنتنتافخش عارفوا بني الشوالي عندكم نقصة زيدوا لاشي شوية وبالنسبة لحبة ديال السفنج رادها هي كالطيب وهنايا غنشارك معاكم واحد طريق اللي ساهل يمكن لكم كيات تقبوا بها السفنج ديالكم وتدعوه في المقلات خصوصا بالنسبة للمبتدي اللي كيحضر السفنج الأول مرة غنحتاجوا كالواح القطعة ديالوراق اللي كنوضعوا عليها الكويرا ديالعجين ومن بعد كنتقبوها بحال هذا الشكل كنحاولوها كياغنج بدوها كي هاد الفجينة ومن بعد كنوضعوها في المقلات بكل سهولة وهكا بلا ما تخافوا باللي تحرقوا الأصابع ديالكم يعني طريقة ساهلة ومبساطة كتخليو الفجينة ديالكم حتى كتشد راسا شوية ومن بعد كتحضوها القطعة ديالوراق وبنص الطريقة كنخليو الحبة ديال السفنج ديالنا حتى تتماسك كلها كيات حمر وعاد كنوضعوها في الزيت وبالنسبة للك القطعة ديالوراق هي النيت كنرجعو وكنستخدموها حتى كنكملو الكمية ديال العجيل اللي عندنا ومهم يا احبائي بنفس الطريقة غنستمر على بركتي الله وهدي يكون الشكل النهائي ديال السفنج اللي حضرت معكم اليوم والسفنج ديال البطاطا بصراحة يا احبائي فهو كيجي اكتر من رائع وانصحكم بجربه باتطريقة طريقة ناجحة مئة بالمئة ما عليكم إلا تطبق الوصفة كما هي وفي الاخير غتحصلوها كي على واحد السفنج اللي كيكون مختلف من الداخل اللي كنتناولوه كنحسو بها كمختلف على السفنج العادي والتجعوبة دياله رباينين هذا كيضل بالنراس سفنج ديالنا ناجح مئة بالمئة ومهم يا احبائي هدي ديكل الوصفة اللي حضرت معكم اليوم السفنج ديال البطاطا مع كل أسرار ديال النجاح دياله ضمن قليئ للمدعكم يلكتوا مازالين كتشاهدون يحتالها دقيقة شكرا بزاف للمتابعة ديالكم شكرا للدعم ديالكم مستمر وكذلك تعليق ديالكم زوينا نطلقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع السلامة